أنا أحراج جاي النهاردة والأهلي بتعادل مع المقانون العرب السؤال الواضح والصريح هل هي نهاية لحزوز النادي الأهلي في المنافسة على الصدارة كما يقول البعض أنه خلاص الأهلي أموره انتهت كلينيكياً ولا أنت شايف أن الفرصة ما زالت قائمة حتى بعد نتيجة اليوم لا خلاص خلاص بالنسبة ونجة نظري لنسانتك شرع شد تقول للجميع لا 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 عادي أقول للجمهور يعني ما يحرقش دمه وعصابه خلاص هو قدر الله كده أن الفرق أو الممكانيات الموجودة عندك بالظل الإصابات اللي انت شايفها دي الغريبة جدا دي مشاول مرة بعد أول عشرة دي بتعمل تراجتين ما عندكش بداية لبر ودي كشفت حاجات احنا قلناها بكده بونه لتاني إنك انت حتى الشباب أو ما يسمى بفريق الأمل كان أهلي دايما عنده الفكرة دي من زمان ما عندكش حتى بداية لغة ممكن زياد طارق ومحمد فاخري ومش حد تاني يعني كان مفروض حتى الموديل الفني مع كل اللي شافوا خلوا بالموديل الفني دلوقتي في أزمة شديدة جدا وزي ما قال الراجل النهاردة أنا راسته بالسحر وفعلا مش بسحر مش هده راعمل حاجة عشان ما نتحكش على بعض صحي والناس ما تأملش بنفسي همان جماعة هي دي خدرات وممكنات لعبة في هذه الفترة بس وانتو بتفتكروا اللحظة دي عشان تحمدوا ربنا على اللقابل كده من عشر شهر كان ايه يعني اسف انت عارف انت كنت فين رحت افريقيا وعملت الدنيا وانت دنيا وانت بتعمل الكلام ده وقعت منك حاجات المسؤولين ما يخدوش بانهم منه انه ايه انك انت ما جاهزش وكانه بقى عندك ظروف وعارف انه موصل من تهم عندك مفروض عندك ايه بعد ما عملت الربطة ترى خمس ست لعبة من عندك المسيب هوا مش تخلوهم موجودين معاك لانك انت كله مكتش بالحسبان ومع الفرحة الشديدة والكلام ده الكلام ده صادفة ده جيب فرقة دلوقتي في المنظر اللي انت شايفه امر طبيعي جدا امر طبيعي جدا ماشي احسن فرقة في العالم بتمر بالكلام ده مرت وممكن تقعد سنين عشان ترجع بالوقت الكلام الكلام ده عامل قاله داخل الادارة اه عامل قاله داخل الادارة وجرس انذار ومش عاوز اقول وفي حالة من حالة الدقيق الشديد والارتباك والقلق والتوتر واسيبكم من الابتسامات والبتاع لكن جوه في حاجة تانية يعني واضح لا فيه قاله طبعا وشايفين المنظر ومشهد الجمهور يعني الجمهور يستحق يعني الروح النهاردة والتشجيع والاسرار والانفعالات ده امر طبيعي جدا لكن المدير الفني بامانة شديدة تحط في موقف كنين موقف صعب جدا الناس كان نفسها مثلا ان يبقى فيه حتى لمحة الفريق النهاردة خالي من يعني ايه الابتكار لا ما عندكش لا الشخصية شخصية اللعبة اللي خلصتك ماتش في الوقت ده صحيح انت شفت علي معنون بتظلمه ليه ضيع قبل كده فكذا ماتش دربة ليه مصير على انه فكل الكرات السابتة الموقف في نفس الشيء لما داعت دربة الجزاء حتى الحاكم نفسه واللي قاعد على الفار برضو جايبينه برضو اول مرة بيجربوه مع الاهي يعني لعد مع الفار اسمه مصطفى متحد حكم الفار كان مساعد فجابوه ماشي تعال نجرب مع الاهل ما برضو يعني ايه التحكيم يشكر برضو ما هو يعمل برضو واجب الاهل دولات ما الاهل الان لم يعود له ظهر سوى جمهور بيعمل الشديد يبدو بيعمل الشديد